وش الطريقة اللي يأخذوا بالقشور أو ببعض ما جاء به الدين ويتخلوا عن الباقي يعني انتقائية وما هي أبرز صور أخذ جزء مما جاء به الدين وترك الباقي الآن في تدين أنا رح أرد عليك من أرد على السؤال من وجهة نظر امرأة مثقفة عربية مسلمة ما تراه اليوم من الممارسة فيما يتعلق بالمرأة ليس ما جاء به الدين هذا اللي زوج بنته إلى شخص ثمانيني وهي عمرها 12 سنة هل هذا ما جاء به الدين؟ بس هذه استثناعات كل شيء رح نسوي على أنه استثناء كم عدد الذين يزوجون فناتهم وهي كم يشكلوا النسبة بالمجتمع؟ هي مشاكل بس كم يشكلوا النسبة؟ إذا أخذنا بهذه الطريقة تبدأ بواحد ويقلدون الثانين قبل ما تفتح أينك يصير عندك تيار يمارس هذا الشيء الإساءة هذه إلى إلى أسلمت المجتمع الصورة الوحيدة السلبية في تقديرك لها أو أنه واحد يزوج بنته أنا أعطيتك مثال مثال من الأمثلة حيث التصرف الفردي المعلق على مشجب الدين أن الشرع يسمح يأتي في غير صالح المجتمع أو الفرد وفي هذه الحالة هي هذه البنت القوامة عليها وطبعا كثير مننا كمسلمين رجالا ونساء ما عجبهم ردود الفعل في الصحافة تدل على ذلك ففي وعي بأنه بعض ما يعلق على مشجب الأسلمة وعلى مشجب العودة إلى الدين تمرير إلى خيارات فردية استثنائية كما قلت في غير موقعها من المؤسف أننا نضع الدين في هذا الموقف طيب أنت أيضا تقدتي قبل أسلمت المجتمعات ما سميتي غربنة أو تغريب المجتمعات من الجيل وش مظاهر السلبية في تقديرك لتغريب المجتمعات اللي حدثت في السبعينات أو بداية سبع كانت أيضا تأتي بسلاسة إلى الدرجة يعني زي ما يكون إضافة قطرة ملونة إلى الماء ما تحس فيها وهي تحدث قليلا قليلا يعني أشي الأمثلة مثلا اللي لم تكوني مقتنعة يعني أنا أتكلم مثلا عن العالم الثقافي أو الحياة الثقافية تطبيق المدارس الأدبية والنقدية بحذافيرها من المدارس الفرنسية والألمانية والإنجليزية على دراسة اللغة العربية أو دراسة النصوص العربية القصائد العربية هل كان هذا يعني بس من عكاس هذا على المجتمع؟ عكاسه على ذوق المجتمع وتقبله إلى أنك تستخدم معايير طيب ما الحل بين تغريب المجتمع وأسلمة المجتمعات؟ أنت الآن عندك تحفظ على هذا الشكل من أشكال تغريب؟ نتحفظ على أخذ أي شيء من خارج إطارة أو تطبيقها على موقع ثاني أنا أعتقد أنه إحنا جذورنا مهمة جدا لأنها هي ما يثبتنا في إطارنا وفي نفس الوقت لا يجب أن تكون قيد يمنعنا من أن نتطور مع الزمن نحن في عالم عولمي في عالم اكتشافات علمية تحدث كل يوم نحن في عالم تواصل باستمرار عبر القارات أنت تتواصل عبر الإنترنت وعبر هذا هذا كله يأثر طبعا على طريقة أسلوب حياتنا إذا ما تقبلنا وهذا شيء من الغرب مو من الشرك مو إحنا اللي نسوينا كمستهلكين طيب جميل يعني نحتاج إلى نوع من الانتقائية الواعية بحيث نأخذ ما ينفعنا ونترك ما يضرنا طيب أنت تتحدثين في أحد حواراتك عن أن العرب بدأوا بصناعة الحداثة متأخرين عن الغرب فهل المشكلة أنهم بدأوا يعني من حيث انتهى الغربيون هل هذه مشكلة في تقديرك أم أن استخدام كل قالب الحداثة كان خطأا الحداثة ما هي شيء محدود هي أسلوب أسلوب تفكير أسلوب حياة الحداثة هي مواصلة تحديث أسلوب الحياة والمجتمع تقبل التجديد تقبل تغيير فعلى هذا ما توقفت الحداثة إذا أنت تتحدثين قبل شوي دكتورة عن أنه يجب الالتزام أو المحافظة على الجذور صحيح طيب إذا كان هذا الحديث على الجذور مو معناها أنه نتشبث بها في فترة زمنية محددة ونقول بنرجع إلى عام كذا كذا وهذا هناك الأصل وش الفترة التي أنت معترض أي فترة يختارها أي واحد يعني هي عملية استمرارية المجتمع يجب أن تكون متواصلة من الجذور القديمة إلى المستقبل القادم لا تستطيع أن تكون مجتمعا ناميا ومتوثبا من فراغ لازم يكون له جذور ويكون له مستقبل قادم طيب أنت تقولين أيضا في نقدك للحالة الثقافية في المرحلة السابقة تقولين أن جزء من المشكلة دخول الساحة من قبل كل من رغب في ارتداء إكليل مصطنع يحلل له العبور إلى إبداع يقلد ولا يأتي بجديد ثم وهو الأهم يحرره من أثقال متطلبات الإبداع التقليدي وفروض وقيود التعبير الشعر العربي المتعارف عليه رغم أنك أنت كتبت شعر التفعيلة وشعر التفعيلة كان في ذلك الوقت يعني أسلوبا جديدا صحيح كان بادي قبل بس أنه كان جديد والدك لم يكن يكتب التفعيلة صحيح كان يستطيع أن يتذوقها كانوا من أصحابه من أصحاب الوالد الله يرحمه نازك الملائكة وبدر شاكر السياب يعني هذول كانوا مجايلي ومعاصري صحيح أنا فتحت عيني وأنا أقرأ المجلات الأدبية التي يحضرها الوالد إلى البيت وفيها شعر التفعيلة كان جديد وأنا طفلة لكن ذائقتي تقبلت شيء أقرأه فيه موسيقى وفيه فكر وفيه صور شعرية وفيه وزن وشعر الخيال ما نشأت في فترة ما هو موجود في هالتفعيلة يعني كان العمودية موجودة وكتبتها والتفعيلة موجودة وكتبتها وحسيت أنه أنا صفتي جاية في الفترة الأخيرة اللي فيها التفعيلة أنتمي إلى ذاك الجيل وفيما بعد ذلك كتبت الحر لكن ضليت أشعر بانتماء إلى التفعيلة وإلى موسيقى الشعر لو نبي نطلب منك تقرأي لنا نص من نصوص وش هتختاري لنا والله يعتمد يعني نصوصي طويلة ولحسن الحظ أنا جبت معي كنت عارفة أن رح تسألني وأنا ما أحفظ شعري عندنا دقيقتين دقيقتين تبغى شي قصير طيب قصيدة هذه ما ذكرت كثيرا قصيدة اسمها الوجوه وهي يعني فتحتها بالصدفة الحين أن تداعيات جندي في كوابيس حرب أهلية تعرف الفترة الأخيرة اللي عشناها كلها كوابيس حرب أهلية من لبنان إلى غيرها يقول حوالي كل الوجوه سواء بأقنعة الحرب يلتاث فيها الخواء عيون تحجر فيها الإخاء شفاه تيبس فيها الغناء وجوه بنفس الملامح نفس الغضون تموج بنفس التخوف نفس التطرف نفس الجنون كلها خائف ومدجج كلها مستثار مؤجج حرب من هذه الحرب أين استهلت وكيف استمرت أهي حربي أنا بأرضي أنا تتأجج لماذا بأرضي أصرت العدو أنا وبعضي يقاتل بعضي أنا غرسة الحب يهدر حلمي أوار المعارك فكيف وقعت بهذا الأتون وكيف أواجه هذا الجنون حرب من هذه الحرب كل هذه الألوف تشارك تنفخ أبواقها وتبارك من يحارب من ولأي غاية من ترى أشعل النار عند البداية ودوري أنا ما يكون هل سأبقى هنا أتفرج والحرب تأكل أرضي وعرضي هل ستمتصني في النهاية هل سأشارك أحمل سيفا وأرفع راية أكر كما يفعلون أكر